أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي الحرص على تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية مع لاتفيا واستمرار التنصيق بين البلدين فيما يخص الموضوعات السياسية ذات الاهتمام المشترى وخلال استقباله وزير خارجية جمهورية لاتفيا إدجرز رينكيبيتش طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي نقل تحياته إلى كل من رئيس جمهورية لاتفيا ورئيس الوزراء كما أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن ترحيبه بنشاط عدد من الشركات اللاتفية في مصر خاصة في المجالات التي تمتلك فيها لاتفيا خبرات متميزة مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم والسياحة من جانبه أكد وزير خارجية لاتفيا حرص بلاده على دفع أوجه التعاون المشترك مع مصر خاصة في ظل دورها المحوري في منطقة الشرق الأوسط والمتوسط والقارة الأفريقية وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن لقاء شهد استعراض عدد من الملفات ذات الصلاة بالتعاون الثنائي كما تطرق اللقاء أيضا إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتحديات التي تواجه الدول الأفريقية والأوروبية وفي مقدمتها الهجرة غير الشرعية والإرهاب كما تم التباحث وتبادل الرؤى بشأن تطورات الأزمة الروسية والأوكرانية وتدعياتها السلبية على الاقتصاد العالمي